اهلا ومرحبا بكم في قناتي اليوم في الوصفات المجربة سوف نشارككم واحد الفيديو مثلا يعاني من الامساك اذا سوف نقول لكم طريقة والمقادير هذا الاتاي مثلا السنة اذا من الاحسن الوحدي يشرب السنة على الصباح اذا كان شريه واجد مثلا اذا كان واجد او لا عشبة ف مهم سوف نقول لكم هذا مي كايبان الفيديو احتز ميطارها مزيانة مع اليوغور على الصباح هذا هو العشبان تاع السنة تقدر تكون واجدة تتباع واجدة يعني نديرها في الماء ساخن واحد الكاس تاع الماء ساخن او لا هذه العشبة قدر في 100 جرام معلقة كبيرة مثلا في 100 جرام او او 200 ميليليلتر هكذا تاع الماء اذا كان الوحد في الاحسن يشربها في الصباح وعندها المفعول ديالهات من ساعة مثلا اذا فغيوشنه هي الطبيب يقول بانه يحل المصارين يجعل المصارين السوداء واذا سنونا لماذا يقول لك اذا كانت شيئا مثلا بغو يشوفها مثلا بسكانير اما كل شيء هذا كلتين هو مزيان وحتى مثلا ضميتها مع اليوغور نقول لكم في الصباح مزيانا نديره ثلاثة نتاع المعالق مثلا على الصباح هذا هو السنة اللي كي يكون واجد مثلا وحتى البرقق مزيان وحتى الاججاص على الصباح نشربه معه الماء حتى هذا السنة نشربه معه الماء شوية واحد ما غاديش نكتره بزاف لتاليترو نو نشربه عادي يعني نشربه معه عادي الماء باش ما يكون هكذا ما يكونش بحقيب صافي هذي كي اللي كنقول اذا فهذه وصفات مجربة غيوشنه هي كما قلت لكم الطبيبة كتقول بانه الى اكترنا منه يدير المصارين السوداء ولا سولنا الطبيب لا ولكن الاغلبية يشربه من هذا اللي فيهم الإمساك يعاني من الإمساك فهذا هو اللي مزيان هذا هو حبوب هذا الاتاي اسمته السنة وهذا هو مزيان يقدر يكون واجد نشريه مثلا نسخن الماء مثلا وكنديره في الكاس وكنشربه هذا هو هذا هو العشبة دياله وكاين حتى زريعة الكتان من قدش نسميتها باللغة العربية سمحولي سنبين لكم العشبة دياله وهذا سمحولي لك كترت بزا في الفيديو لأنه كنت تكلمت كتر ولكن جان الفيديو ناقص حتى الكلام ما كملتوش فهذا هو هذه العشبة حتى هذي تقدر تخلى ليلة كاملة هذي كزريعة هذي الحبوب زريعة الكتان تخلى ليلة كاملة في الماء وفي الصباح التاكل ما يلقاه هكذا كصفي هذي وصافات مجربة ماشي حاجة زعمة مهم هذا هو كيكون هكذا هذي زريعة الكتان باش نبينها لكم وصافرنا ما عنديش ده با كملتلي نقدر ندولها حتى في الخبز حتى هذي كنا عرفوا باللي كان ديرها في الخبز وشكرا للمشاهدة هذي